وينضم معنا من لندن سيد حسن راضي المتخصص بشأن الإيراني أهلا بكم سيد حسن بداية تجدد المظاهرات في عدد من المدن احتجاجا على انهيار العملة وغلاء المعيشة إلى أي مدى تعتقد أن هذه المظاهرات يمكن أن تساهم فعليا في تغيير النظام أو إجباره على الرضوخ لمطالب المتظاهرين نعم ما نعتقد طبعا النظام الإيراني الآن في وضع سيء جدا في وضع متأزم قاعد يحاول لملمة صفوفها من خلال رفع لقامة جبرية على أمير حسين وسوي وكروبي أو من خلال ربما شراء الوقت ومن خلال استجواب حسن روحاني ووزير العمل وقير ذلك هذا كل الأمور من أجل أن يلهي الشارع قليلا إلى وقت ما ويحاول يوهم الشارع بأنه يحاول حل المشاكل المستعصية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكن أنا أعتقد أن النظام الإيراني فعلا ستشهد إيران احتجاجات واسعة أيضا ستشهد العملة الإيرانية الصغوط أكثر ما هو عليه ستشهد الاقتصاد الإيراني سيشهد تراجعا وتعزما بشكل أكبر بعدما تفرض العقوبات لأنه نشهد كل هذه الاحتجاجات وتعزم الوضع أسمعك أستاذ حسن لديه السؤال بهذه القصة بهذا الخصوص هل تعتقد أن هناك رغبة حقيقية في إزالة النظام الإيراني أم أنها مجرد محاولات للتحجيم كما يقال خاصة من الطرف الأمريكي لا أنا لا أعتقد لأنه ليس هناك مؤشرات لإفقاط النظام الإيراني لأن ما تفعله الولايات المتحدة الملكية هو الضغط على طهران بالنجل تغيير سلوك النظام الإيراني هذا ما صرح به المسؤولين الإيرانيين الأمريكيين وهذا ما نراه عمليا في فرض عقوباته وما شابه ذلك لكن أنا أعتقد حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن لم تختار بديلا ولا تدعم أي معارضة بشكل ملموس حتى تكون بديل للنظام الإيراني وكل ما تتعله الولايات المتحدة الأمريكية هو لتغيير السلوك النظام الإيراني ولا يتجاوز هذا الأمر طيب بقاء حسن روحاني رئيسا أو رحيله لن ينقذ البلاد هكذا يرى البعض من العقوبات الأمريكية طبعا المقرر سيريانها في شهري آب وتشرين الثاني هل تعتقد أن إيران يمكن أن تمضي بمناوراتها بالمضائق وصولا إلى منع الملاحة الدولية وما الذي سيترتب على ذلك أكثر من العقوبات طبعا هو أحد السيناريوهات في المواجهة الإيرانية الأمريكية المغبلة على المستوى الاقتصادية أو السياسية أحد السيناريوهات هو تبعيل إيران أزمات في المنطقة وربما أغلاق مضي خرمز للهروب إلى الإمام لأن هذا أحد الخيارات الذي سينسقه الحرص الثوري الإيراني لأنه الحرص مستفيد من هذه الأزمات حتى مستفيد من فرض العقوبات لكن أنا أعتقد أن المرشد الإيراني في النهاية سيتخذ القرار هو القرار الصعب لأنه كل هذه الأمور إذا لم تتحاول إيران مع المتحدة الأمريكية سيؤدي الأمور الاحتجاجات الداخلية والعقوبات الخارجية ستأدي إلى انيار النظام الإيراني وأزغطها بالتالي وأنا أعتقد أن النظام الإيراني سوف يتراجع كثيرا وسوف يقبل بالشروط الأمريكية حتى ينغل نفسه من الصغوط وإلا في كل الحالات في حالة فغائر عن هذه الحالة يعني الهروب إلى الأمور بالتالي سيضغط النظام الإيراني وهذا ما يعيه المسؤولين الإيرانيين سيد حسن بالعقوبات التي فرضت على إيران بفترة أوباما كان العراق بحكوماته المتعاقبة بعد الاحتلال هو الطرف المنقذ لإيران بالتهريب العملة وتهريب النفط وما إلى ذلك حافظ الاقتصاد الإيراني على نوع من التوازن في ظل دعم عراقي وقتها لكن هل تعتقد الآن أن الولايات المتحدة سوف توقف هذا الدعم إن حدثت عقوبات قد تكون أقوى من السابقة ستوقف هذا الدعم الذي يقدم إلى إيران من العراق من أجل الضغط أكثر على إيران؟ أنا أعتقد كذلك دارة جديدة دارة ترامب الآن هي جادة في الضغط على طهران جادة في فرض عقوبات وكما وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية هي أقصى عقوبات وأقوى عقوبات عبر التاريخ لذلك أنا أعتقد استغلغ الولايات المتحدة كل الأبواب وكل النوافذ التي ممكن أن تتنفس منها إيران وتتحايل على العقوبات لأن هناك تجربة صفحت عدل الولايات المتحدة الأمريكية في طريقة التعامل مع إيران والعقوبات عليها هذا من جهة من جهة أخرى نعتقد الآن الوضع الاقتصاد الإيراني متردي ومتأزم أكثر ما كان عليه في فترة أوباما الآن الاحتجاجات الآن صغوط العملة الآن الغلاء البطالة أزمة الكهرباء أزمة المياه أزمة البيئة كل هذه الأزمات تتأدي بالشارع الإيراني أذن أن يوسع من احتجاجاته وأيضا العقوبات النظام الإيراني الآن لا يستطيع تحمل العقوبات لأنه الظروف تغيرت الآن إيران في عزل أكبر مما كان عليه أقليميا ودوليا لذلك نعتقد العقوبات الآن ستكون مؤثرة وبالتالي تجاوب النظام الإيراني معها ومع البطالب الأمريكي في سؤال الأخير لحضرتك أستاذ حسن إيران داعمة للإستراتيجية الأمريكية مساعدة لها فيما تفعل وفرت لها أرضية خصبة من أجل أن تنفذ الاستراتيجية الأمريكية بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل خدمتها في سوريا وخدمتها في العراق وخدمتها في اليمن وتخدمها في أي مكان يمكن أن تحتاج الولايات المتحدة إلى مساعدة لماذا الآن نرى هذا الاختلاف هذا الصراع هذا الضغط الأمريكي ما الذي تغير نعم لذلك الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الضغط النظام الإيراني لأنه تحتاج إيران وافتزاز إيران وكل ما تتعله إيران بالمنطرة وبالتالي يصبح لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى لذلك دادات أوباما تريد يعني عغض صفقات تدر للولايات المتحدة الأمريكية المليارات الدولارات هذا من جهة وبالتالي سيكون تحت المظلة الأمريكية وليس تحت المظلة الروسية كما هو عليه اليوم لذلك دات أوباما تضغط على هذا لتعديل سلوكه وليس لإصغافها وبالتالي أنا أعتقد إيران هو محمية من قبل بعض الدول الكبرى حتى يستمر بدوره السلبي في المنطقة وبالتالي هذا الدور هو يصب للدول الكبرى لصالح الدول الكبرى التي ترعى إيران وتدافع خلال الثانوات الماضية وأيضا حتى أعتقد بالعقد المقبل من لندن السيد حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني شكرا جزيلا لك